السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشف صلاح البطني قبل ما نبدو فيديو تانا تانها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلمون لرسول الله لأفضل صلوات دائما مستمرين مع وصفات عيد الأضحاء المبارك يوم شاء الله رح نشاركي معكم زوج وصفات الوصفة الأولى اللي هي عبارة عن لحم فالكوكوطة طيب زبدة مع واحد لصوص اللي رح تستطيعطيه واحد البنة تقدروا ترفقوه مع البطاطا ولا مع الروز كما تحبوا أما بالنسبة الوصفة الثانية اللي هي عبارة عن خبز الدار بسميد فقط بلا فارينة ويجي ناجح من أول تجربة يجي خفيف ويجي قطني كما راكم تشوفوا فيه في الصورة اللي عليكم انتم ما انكم اتبعوا الفيديو من الأول آخر اتبعوا النصائح اللي نعطيها لكم وان شاء الله رح ينجح معكم ومتأكد رح تدعو لي أنا صراحة شوفوا الهنا الخفة شوفوا التراوة والله العظيم غير قطني أنا راني مع الريجيم بس صراحة ان هذا الخبز انتال عيد والله ما قدرت تراتيه تابعوا الفيديو من الأول آخر مشاهدة امتعى للجامعة نبدأ على بركة الله أول حاجة وش نحتاجه بالنسبة لل اللحم اللي رح نطيبه في الكوكوت عندي أطراف تعلحمة ومخير المهم اللحم ليكون فيه شوية شحمة عندي حبة تعبص الأراب بيتازو سنتع الثوم كستعمة شوية عزيت عندي ملح زنجبيل كوركم عندي فلفل لكحل فلفل لحمر وكمية ملكمون لأنه أول حاجة طبيعة الحال نحتاجه طنجرة الضغط اللحم كما تعرفوا ليس منطيبه في طنجرة الضغط سينا رح يديلكم وقت كبير حطي طنجرة الضغط درت لهالي هنا حوالي زج ملاق انتع زيت فقط ما تكثرش زيت بزاف حبت عبصر معزو سنتع الثوم وقليتهم مليح مع طرف تعلحم طرف تعلحم ذك كان فيه شوية شحمة زيدة باش يطلق لنا هذيك الزيوت قليتهم مليح هذك اللحم بلي فيه الشحمة قليتهم مليح مع ذيك البصلة وقليتهم حتى هذيك البصلة تلقيت هذوك سوي التحاك كامل وتقليت مليح من بعد جبت أطراف اللحم تعينا صراحة ندرت الكتف قطعتوا هذوك الطريقة ليشتوها ومن بعد هذوك تواب اللي سميتهم لكم ملح في الكحلف الأحمر كمون زنجبيل و كوركم قليتهم كامل درت حوالي نصف ملعقة انتع أكل مارغارين رح تعطيه واحد البنة من الأحسن ديروها واللي هنا ما غطيت مقفلت شعل الكوكوت تعي جوزت غطيت عليها فقط ومرة على مرة نقعد نثقب فيه هذك اللحم تعي بالموس ونقعد نقلب فيه على الوجهين باش تدخل هذيك اللامرينة وهذيك هذوك تواب اللي يدخلوا داخل اللحم باش اللحم تعكم يجيكم بنين ويجيكم لداخل مع السل بعد ما قليت اللحم تعي مع هذوك تواب حوالي عشرين دقيقة وانا نقلي فيه ونقلب فيهم مرة على مرة جبت الهنا من رقت بكاس انتع المال يكون سخون وراح نقف اللاكوكوت تعي كاس يكفي وننقص للنار للاخر ونخليها لمدة ساعة مدة ساعة بلا ما تفتحوا رأي ما تتحرق لكم موالو شوفوا اللي هنا اللحم تعي كيفاش اطلق هذوك العصرات تعو وكما قلت لكم ما تخافوش انه يتحرق لكم ولا تشرب لكم لازم تخليوها على نار ليتكون قليلة واللحم تعي ايضا طب زبدة صرتو اذا كان لحم تعكم يعني صغير والله العظيم غري طيب على اللوفار كما قلت لكم اللي هنا بالنسبة لطريقة تقديم لكم الاختيار انا فقط اعطيت لكم الطريقة وانتو ما لكم الاختيار لطريقة تقديم مع واش تحبوا تقدموا اللحم تعاكم تقدروا تديروه معها بيوري تقدروا تديروه مع الروز تقدروا تديروه مع بطاطا مقلية ولا بطاطا مسلوقة هذا يرجع لكم صراحة اللحم طب زبدة والبنة ما نحكي لكمش عن البنة البنة روعة وكما شدوا انا الهنا رفقتها مع بطاطا مقلية وانتو ما لكم الاختيار. من بعد الهنا ايضا حطيت معهم هذيك العصار يتلقى هذيك اللحم او هذيك العصاص ايضا العصاص هذه راح تزيت تعطيكم واحد البناصر تونس ليحبوا التغماس وكلش وراح تقدرت تحط هذيك العصاص على هذيك البطاطا. ومن بعد كي تأكل البطاطا تحسي انك البطاطا قلي طيبتيها مع اللحم مش قليتيها. والله العظيم. جربوهم تأكد راح تدعو لي على هذة الوصفة. هذا بالنسبة الوصفة فقط تبعو انتم وانا ساحمل اول الاخير. ان شاء الله راح تنجح معكم. وراح يجيكم احسن من تهي. ذوكا كم من الوصفة الاولى راح اروحوا الوصفة الثانية وقبل ما اروحوا الوصفة الثانية راح نشارك معكم بزاف ناس يسقصوني السفرات والرحلات. وبما انه رانا في الصيف راح نشارك معكم واحدة الرحلة من اروح معايا. اروحوا معايا. بون. جالكتيك ترافلز للسياحة والسفر تقدم لكم اقامة رائعة بين شرم الشيخ والقاهرة لصيف 2023. الذهب ان شاء الله راح يكون 14 جوية والعودة راح تكون 23 جوية يعني 10 ايام. بالنسبة الفندق اللي راح تقيموا فيه في شرم الشيخ اسمه ريف اوازيس بلو باي سان كتوال. والفندق اللي راح تقيموا فيه في القاهرة واسمه طوليب النرجس ايضا سان كتوال. برنامج راح يشمل يعني ذهابوا اياب تنقل من القاهرة الى شرم الشيخ في الطائرة. يعني التنقل من مطار للفندق ثاني الحافلات مريحة ومكيفة. مرشد ايضا عربي اللي راح يرافقكم طيلة هذه السفرة. وبرنامج الرحلة ان شاء الله. انا راح نشارك معكم يعني البرنامج في صندوق الوصف. راح نخليه لكم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. بالنسبة الاتصال والتواصل اللي حابين يسجلوا وحابين يروحوا ان شاء الله لهذا الرحلة. رحلة رائعة. راح نخليكم ارقام الهواتف لكم نشوفهم اسفل الشاشة. ونخليكم ايضا في صندوق الوصف. وراح نخليكم التفاصيل كاملة في صندوق الوصف. الرحلة هذه سرتول العائلات اللي كوبل من اروع ما يكون. انا ننصحكم بها ما ترطيوهاش. لانه مصر ام الدنيا صراحة حلم اي شخص. ان شاء الله تزوروها وتزورو كامل بلدان العربية والاوروبية والاجنبية المهم. راح وضوك ان شاء الله الوصفاء الثانية. عندي الهنا ثلث كيلات نكيت بهذا البول انتم مكيلوا بول يكون يساويه. والمقدر الاخر تكون كيف كيف. المهم دلت الثكيلات نتع سميد ليكون الرطب. عندي ملعقة كبيرة تع السكر. ملعقة كبيرة تع خميرة الخبز او الخميرة الفورية. عندي نصف ملعقة كبيرة تع ملح. او الملح عينكم وميزانكم. نخلطوا هاد المكوينات الجافة مع بعض. نحاولوا ندلو ثقبة في النص. ونحطوا نص كاس انتع الزيت. انتم فقط اذا كثرتوا المقدار او الكيل. اه زيت دلو كاس. اذا كبرتوا المقدار. دلت ايضا جلجلانية ما تنسوهاش. او عفوا السينوج. نخلطوا هادو كل مكونات ومن بعد نجيبول هنا اه نكيلو بنفس البول الماء والحليب. يكون دافي. يعني نص كيلة تحليب ونص كيلة انتع الماء. واذا ما كفاكمش الماء ايضا زيدوا الماء والحليب. عادي حتى نتلموا العجين تاعكم بهذه الطريقة. في البداية بالنسبة للناس اللي عندهم البيترا مكلها تعجنوا. جز تلموا العجين تاعكم هكا. لازم العجين يكون طريب باش ميخصلكمش البيترا تاعكم. متخليوش حاكم روحوا بزاف. باش يسهل العملية في العجن. نحطها دير في البيترا. وراح نخليها تعجن. اللي هنا صراحة في البداية خليتها حوالي اربع دقائق حتى الخمس دقائق. وهي تعجن بدون اي اضافة. من بعد اللي هنا بديت نضيف في الماء والحليب بالملعاقة. يعني كل مرة نضيف ربع ملاعق حتى نتحصلوا على القاوم اللي بغيناه. شوفوا اللي هنا كل ما نشوف هذيك الكمية الحليب والما تلمتوا العجين لما روحوا حكما روحوا. نضيف ربع ملاعق هره. شوفتو كيفاش. حتى نشوفوا العجين تاعنا باللي ولا 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 وللسيك. نضيفوا لنا حبة تعبير. حاولوا البيض تاعكم بدرجة تحارط الغرفة. ما نضيفوش من ثلاجة. ايضا نزيد ونخليوا العجين تاعنا يتخلط ملاح مع ذاك البيض. ومن بعد هنا في الاخير او اخر حاجة نضيفوا ملعقة كبيرة تاعها مارغارين لتكون بدرجة تحارط الغرفة. ونخلي العجين تاعنا يتعجن. بهذيك الامارغارين حوالي خمس دقائق اخرى. يعني كليش كليش حوالي عشرة تقايق. وانتم تعجنوا فيها في البيترا شوفوا اللي هنا القوام اللي تحصلت عليه وبما انه درت لها مارغارين ما تخافوا شراهم ما يلصق لكمش في اليدين وتقدروا تستعينوا بشوية انتعز زيت عادي جبت اللي هنا الكوبات وانحيت هذيك اللابات تعنا من من هذيك الرسيبيون انتع البيترا حطيتها في بلوند وطرافاي باش تسهل علي العملية شوفوا اللي هنا العجين القوام تعوره هو يتماسك يعني يتلاسك شوية في اليد المهم من بعد اللي هنا انا استعنت بشوية زيت باش ما يغبنيش في الخدمة وانحيتوا اللي هنا بهذه الطريقة قسمتها الى قسمين متساويين حاولوا انتم ادروها في دي بلاتو من فصلين باش ما يلصقوش في بعضاهم لانه العجين اصلا راهو مطلوب من بعد كي تخليوه يضع في الحجم تعوه راح يزيد يلصق في النادرتهم اللي هنا في بلاتو هذا الكبير نفتحوهم بالسمك اللي بغيتوه انتوما صراحة انا الخبز والله ما نحبو يكون خشين بزاف ولكن هذا داخل اللي تطلع بزاف جاني خشين وكي موقتكم راهو ناجح من اول تجربة ما تخافوش خلاص لانه صراحة كان بزاف وصفات اللي سهلين والناس تخاف منهم هذو الوصفات التقليدية تاع امهاتنا من اسهل ما يكون مدام انا جربتها ونجحت لي صافي انتوما انسا راح تنجح لكم دوفيس اللي هنا بعد ما اضع في الحجم تعوه متخليوش يضع في الحجم تعوه بزاف باش ما يجيكو مش طالع راح نجيب لهنا بيضة كاملة ندلها شوية الحليب نخبطها مليح وراح يعني نمسح الوجه كامل بهذاك البيض تحبوا نديروا الصفار باش يجيكم احمر اكثر واكثر هذا يرجع ليكم درت من الفوق ايضا السينوش وراح نفوتها الفرن الفرن اللي نكونش سخنته مسبقا انا اللي هنا صراحة ان شاركت معكم هذ الفرن تاعت المسان اللي هو عبارة عن طابونة عصرية وميليتي فونكشونال فيها اللي هنا فرن تلمسان فيها ايضا شوية صرتوا احنا رأنا في يعني الوكازيون تاع العيد الاضحى عفسكي ما هذي تساعدكم بزاف انا جبتها من الله باش تاع زين دارك اللي يقوم تشوف فيها الفوق في الشاشة باش انستغرام وايضا اللي حابين يطلبوا هذو الطابونة العصرية اللي راح تساعدكم بالبزاف راح نخيلكم رقم الهاتف اسفل الشاشة 05 50 07 39 05 50 73 98 82 هذي هي وكما قدتكم ايا عبارة عن طابونة وفي نفس الوقت فرن وبالنسبة للناس اللي يحبوا يطيبوا المقرود وليطيبوا خبز الدار بلا ما تدهي الكوشة فيها هذ الكوشة وانت طيبتها فالدار تاعك وراي نعاد لكم ايضا انواع واشكال وانتو مالا يكون اختيار واش تحبوه هذي هي وضوك اللي هنا بعد ما طاب الخبز داعي كما كنتشوفون نحيتو شوفوا ديك الخفة خفيف ما شاء الله انا درتوه خطرتين درتوه مرتين لانو كمشتوني في الفيديو تاع روتين تاعيد الاضحى راني حطت لكم هذي الخبز وعودتو لدوزيام جور يعني صراحة تعذار هبلو عليه وكلين به الشواء كما تعرفوه الكوشة نهار العيد ما يكونوش مفتوحين وهذه هي النتيجة اخفيف وقطني واللي هنا ارفقتوه مع هذك اللحم اللي طيبتوه معاكم اذن هذه هي شاهدكم بالصحة ما بقالي نقولكم طلعوا في الروحكم طلقوا في عد اخر استنى ووصفة العيد هذا والسلام عليكم